هذه أبرز العناوين قالت صارى يرهن على إمكانية الزياش لإنعاش خزينته بمبلغ مالي كبير خبر عاجل أخيراً وصول لعبي المنتخب المغربي الأولمبي إلى معسكر الأصود الكافي رسالة للمنتخب المغربي اجعلوا إفريقيا فخورة في الأولمبياد والآن إلى التفاصيل ولكن من قبله باش تكون أول واحد كتتوصل بجديد الأخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس قالت صارى يرهن على إمكانية الزياش لإنعاش خزينته بمبلغ مالي كبير يقترب الدولي والمغربي حكم زياش المنتقل بشكل رسمي من شيلس الإنجليز لكراس القدم إلى نديق لطسارى التركي خلال مرحلة الانتقالات الصيفية الحالية يقترب من الاندمام إلى الدور السعودي للمحترفين وقدت تقرر صعفياً اللاعب المغربي قريب من الاندمام إلى دور روشن الصيف الجاري وحسب مقالة صحيف التكفيم التركية فإن وكيل اللاعب المغربي حكم زياش أخبر إدارة قلطسارى أنه بإمكانه إحضار عرض بقيمة 7.5 مليون يورو من السعودية وشدد المصدر داتو على أن إدارة فريق قلطسارى تدرس تقييم العروض المقدمة لللاعب المغربي يشار إلى أن نادي قلطسارى قد أعلن عن تعقدهم عن نجم المغربي حكم زياش بشكل نهائياً قادماً من نادي تشيلس الانجليزي بعدما قضى الموسم الماضي على سبيل الإعارات على أمل بيع عقده بمبلغ ملي كبير في الميركات الصيف الجاري خبر عاجل أخيراً وصول لاعب المنتخب المغربي الأولمبي لمعسكر الأصود يشهد مركب محمد السادس لكرة القدم بداية توافد اللاعبين المحترفين الذين سيشاركون في الألعاب الأولمبي باريس 2024 وذلك من أجل المشركة في التربوس الإعدادي للمنتخب المغربي الأولمبي وسيلتحق أشرف حكيم وباقي اللاعبين المحترفين بمركب محمد السادس ابتداء من اليوم على أن ينطلق التربوس الإعدادي يوم غدين الثلاثة إن شاء الله بالمعمور هذا وقرر طريق سكتيوي إعطاء انطلاقة تحضيرات المنتخب المغربي للألعاب الأولمبي بمركب محمد السادس على أن يخوض الأسبوع القادم تربوساً إعدادياً تانياً بمدينة اليون الفرنسية استعداد للمباراة الأولى في الأولمبياد التي ستجمع المنتخب المغربي بنظره الأرجنتيني يوم السابع والعشرين من يوليوز 2024 الكوف في رسالة للمنتخب المغربي الأولمبي يجعل أفريقيا فخورة في الأولمبياد تمنى الحساب الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم بموقع التواصل الاجتماعي تويتر التوفيق للمنتخب الأولمبي الذي يقبل على المشاركة في الألعاب الأولمبي باريس 2024 داعياً أصود الأطلس لجعل القارات الأفريقية فخورة في هذا المحفل ونشر الكوف بموقع تويتر سابقاً وإكس حالياً تغريدة أعاد فيها إصدار لائحة المنتخب الأولمبي معلقاً عليها بالقول يجعل أفريقيا فخورة وكان الناخب الوطني طريق سكيتيوي قد أعلن يوم الخميس الفارق اللائحة النهائية المشاركة في نسخة باريس والتي أعرف التواجد التي مونير المحمد وأشرف حكيمي وسوفيان رحيمي فوق السن الأولمبي تجدر الإشارة لأن المنتخب الأولمبي يتواجد في المجموعة التي تضم الأرجنتين وأوكرانيا ثم العراق وسيدشن مشاركته بمنازلة منتخب تانجو في الرابع والعشرين من شهر يوليوز الحالي المرابط يعلق الحسم في وجهته بالسبب مونشستر يونيتد مفاجأة جديدة كتلك التي كشفت عنها وسائل إعلام إنجليزية بخصص إمكانية عودة سوفيان مرابط إلى صفوف نادي مونشستر يونيتد عن طريق تفعيل خيار الشراء الذي يضمه عقد الإعارة من نادي فيرونتيناء شبكات أسباء في نطقتها الإنجليزية قالت أن اللاعب لازال متشبتاً بأمل التوقيع بشكل نهائي مع مونشستر يونيتد بعد نهاية فترة إعارته للنادي شهر يونيو الماضي وتبعت الشبكة أن الدولي المغربي ينتظر قرار المدرب إريك تينهاغا الذي جدد تعاقده مع مونشستر يونيتد قبل أيام فقط للحسم في موستقبله بشأن تفعيل عقد الشراء من عدمها ويرفض أمر ربط البقاء مع فيرونتيناء حتى في حال عدم استمراره مع مونشستر يونيتد إذ أبلغ اللاعب المسؤولين عن رغبته في الرحيل بصفة نهائية خلال الصيف الجاري وتوجه سوفين مرابط مع مونشستر يونيتد بكأس الاتحاد الإنجليزية ليصبح أول لاعب مغربي يحقق اللقب في تاريخ المصابقة الإنجليزية رسميا عموتة مدربة للجزيرة الإماراتية عين الجزيرة الإماراتية الاثنين المغربي الحسين عموتة مدربة لفرقه الأول لكرة القدم بعد رحيله عن المنتخب الأردنية اترق يدته إلى وصفة كأس أسيا 2023 لأول مرة في تاريخها والدور الثالث من التصفية الأسيوية المؤهلة لمونديال 2026 وقالت من الدولة الإماراتي عبر منصة إكس يسعدنا التعقد مع المدرب الحسين عموتة لقيادة الفريق الأول حتى عام 2026 وكان الاتحاد الأردني أعلن في يونيو الماضي فسخ عقد عموتة بالتراضي بناء على طلب الأخير وعين مواطنها جمال سلام بديلا لها وقد عموتة النشام إلى كأس أسيا 2027 بتصدره مجموعتها على حساب السعودية في التصفية المزدوجة التي تؤهل إلى كأس العالم 2026 بل إضافة إلى حلوله وصفة لقطر في كأس أسيا 2023 ويتمتع عموتة بسمعة تدريبية مميزة على مستوى الأندية والمنتخبات في أسيا وإفريقيا وحقق العديد من الإنجازات اللافتة أبرزها قيادة السد القطري إلى الفوز بلقب الدوري نوسم 2012-2013 والكأس المحلي 2014-2015 وكأس الشيخ جاسم 2014 قبل أن يقود الوداد البيضاوي إلى إحراز الدوري المغربي في 2016 ثم في الموسم التالي إلى لقب دوري عبطة الأفريقية كما سبق للجنح السابق أن قاد الفتح الرباطي إلى لقب كأس المحلي وكأس الاتحاد الأفريقي في 2010 وآخره قيادته الجيش الملكي إلى لقب الدوري المغربي الموسم الماضي كما قد عموت منتخب بلاده إلى لقب كأس أمم أفريقيا للمحلي عام 2020 زينباور ينهي الاتفاق مع الوحدة السعودي وينتظر فصح عقده مع الرجاء ذكر موقع 365 سكر أن النادي الوحدة السعودي اتفق بشكل كامل مع المدرب الألماني جوزيف زينباور لتدريب الفريق الأول لكرة القدم خلال الموسم الرياضي الجديد وأكد المصدر أن توقيع المدرب على عقد انضمامه إلى فرسان مكة تم الصباح اليوم في عقد لمدة موسم واحد مع أفضلية التجديد لموسم قادم ويحل المدرب الألماني خلفا للمدرب الراحل اليوناني جورجي سدونيس الذي فضل عدم الاستمرار مع الفريق الوحداوية بعد الأزمة المالية التي عصفت بالفريق المكي وينتظر الوحدويون إنهاء إجراءات فسخ التعاقد مع نادي الرجاء المغربية في الجلسة التي سيعقدها مجلس إدارة نادي الرجاء بالدار البيضاء مساء اليوم وفي حال فسخ المدرب تعاقده اليوم الوصول لصيغة تفاهم حولها سيعلن حساب الوحدة الرسمية عن التعاقد مع المدرب في أول التحركات الصيفية للفريق ويملك زينباور عدة تجارب احترافية بعيدا عن الرجاء الرياضي منها لوكوموتيف الروسي وأورلاندو بيرتس الجنوب الأفريقية وسان جالين السويسري